حازم سمير لما تعرض عليك العمل داخل في عمل ما شاء الله كل نجوم يعني كمان الفنان صلاح عبدالله لازم طبعا نوضيه له شكر دايما نضفي عزيز وانا يعني هو كمان مخليش منشرك وكان الحقيقة قصة صلاح كمان في العمل ده قدم دور مهم جدا والفنان تايم حصل الحقيقة نخبة كبيرة من الفنانين والفنان طبعا أحمد بدير طبعا لما تعرض عليك العمل شفته ازاي وكنت شايف شخصيتك ازاي والله بصي أنا بتستهويني عموما الدراما الاجتماعية بتستهويني ده اكتر نوع من انواع الدراما اللي بيستهويني لأنه زي ما الاستاذ مادي قال في الاول انه الناس بتلاقي نفسها في الشخصيات لما يكون مكتوب كويس الناس كل واحد بيلاقي نفسه في شخصية من الشخصيات لأن الدراما اجتماعية تبقى حقيقية جدا فأنا بتستهويني النوعية دي شخصية ناصر استهوتني جدا لأنه الشخصية الطبيعية الانسان الطبيعي الضعيف الأراضى هو طالع شرير بس هو منصاق هو ما عندوش إرادة يتحرك في أي اتجاه وعايز يبقى مبسوط وعايز مراته تبقى مبسوطة وراضي عنه وعايز يبقى عيش عيشة كويسة وعايز يبقى معاه فلوس فالدنيا رايحة إزاي ففاخري بيوديه بيروح معاه أنت بشوف النس بتتعاطف شوية مع النوع ده من الشخصيات ولا بتكرهه مش طول الوقت لأن النوع ده من الشخصيات ما هواش نوع واحد برضو فيه نوع كتير يعني فيه اللي بيروح للشر بس طبته باين عليه فيه اللي بيروح للشر باين غامس في الشر لكن ناصر تركبته تركيبة جديدة علي استهوتني جدا وحسنت أن أنا شفته كتير في حياتنا وإحنا عايشين شخصيات المنصاقة وراء الآخرين طول بقى